مساء غضاء كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم رجعت من السوق طبعا زي ما شفتو والان جالسة طبعا كلنا نغلط بالمفاتيح بس باخر الفيديو برويكم فكرة حلوة عشان كده ما نكونش نغلط بالمفاتيح طبعا شفتين مفتاح في بقس زوجي الله يحفظه طبعا خلاص هنا دايما احط المفاتيح واكيد اني لما رحت السوق قبت اشياء ومشتريات وبرويكم اخر حاجة ومشتريات للمطبخ اني خرق السوق ومشتريش حاجة للمطبخ لا مستحيل يعني طبعا رحت وقبت خضار لاني بعمل وصفة يعني وصفة مش عارفة هي منية البعض يعرفة او البعض يسميها كده ممكن انتم معاكم يعني في بعض المحافظات لا اسم ثاني بس نحن نسميها يعني اسم كده حلو يعني في اصحاب عدن يعرفوني ومش عارفة اذا طبعا ما بوقلكمش هي الوصفة ايش اكيد اشتريت حليب والحليب اللي هنا يسمونه في مصر الحليب اللبن يسمونه لبن اللبن جاموسي اول ما اقلبه لازم اغليه طبعا اني اخد نص كيلو اخليه لقسمي الكيلو نص ونص يعني اقول له زي كده فاخد مرة 2 كيلو بس كل كيس نص وحطوه بالفريزر وقت ما احد استخدمه بس خلال كم استخدمه يعني خلال الشهر ما يطورش اكتر واكيد اخدت مسكافيه لاخي اخي يحب هذا كوفي ميكس يعجبه فاني اخدت له وهنا شوفوا اني دايما فريزر حقي ميخلش ميخلش من البيتزا دايما اعمال بيتزا كل ما اتخلص اعمال بيتزا وحطه بالفريزر طبعا اغلف كل حبه كده بشفاف او ممكن اخلي كل حبتين زي ما عملت اليوم حطت كل حبتين بكيس يعني وما شاء الله طرية وقت ما احب اطلعي من الفريزر اخليه اما تدوب على الحرارات الغرفة او يعني احطي بقصدير داخل فرن سخنوني او بالميكرويف اللي معه ميكرويف كده لفها بسيطة بالميكرويف وخلاص وروعة وممكن احيانا حتى ما تحتاجش يعني طلعوها من بدري تفوق على راحته وتاخد درجات حرارات الغرفة وتطلع طرية صوفت صوفت يعني محتى ما تحتاجش نار يمكن الا عشان القبنة عشان تقع تدوب تولعوها بس قليل من فوق تخلوها عشان بس القبنة تدوب بس ولا هي روعات صراحة تنفعكم احدا قا عندكم فقاءة في البيت قوعاني نشتو نفسهم بيتزا ودخص عندكم بالفريزر تكون دايما المعقنات خلو عندكم بالفريزر شوفوا اني نصحكم بالمعقنات صاحبة تقولوا يهدام الصحية بس خلاص نحنا مرات نكون مضطرين لمن احدا يقي فقاءة عندنا يعني يكون معانا يعني حاجة وكمان الكعك كعك التامر بسكويتات اعملوا دايما خلو معاكم علب كعك وهذا الفطاير والمعقنات بالفريزر اللي ما عندوش كهرباء عادي انتم خلاص يعني ما فيش كهرباء لكن الكعك والبسكويتات ما تحتاجش كهرباء يعني ما تحتاجش تخلو لنا تلاقة بس خلاص اعملونا وخليوها عندوكم دايما في كعك مالح في كعك حالي يعني يكون عندوكم موالح وحوالي اجربوا هذي الطريقة حتى شوفوا لو بتكونوا تتسهلوا احد لو اقع عندوكم ما بتضايقوش احد اقع عندوكم فقاءة لو يعني رايحين عن حد خاص بتطلعوا حاجة وبتسخنونه او بتاخدوا لهم مجموعة كده تشكيلة من الكعك ما عد بتحسوش فيه كلافة او كلفة او اولا كده وهنا شوفوا فكرة المفاتيح هذي لاني تعبت كل مرة اواني اغلط بالمفاتيح عملت لي ايش مناكير عشان افرق بينهم هذي فكرة والان تعالوا رويكم من مشترياتي من توبي محل اسمه توبي الصراحة ايش حاجاته حلوة فتحة جنبنا يعني طبعا اخدت هذي الصفاية الوطنية لاني محتاجة صفاية للمكارونا لما اسلق شوية مكارونا شوية خضار احتاجت كده صفاية كده صغيرة فاخدت هذي الطقم كامل وعقبني الواني واخدت هذا شوفوا المضاق حقت ثوم هذا زان خشب زان اني نفسي بخشب زان فاني خدته بس ادعو يا رب انه هذي الفيديو زوقي ما يشوفوش اني يشوف المقطع كله اما عند هنا المشتريات اني بوقف له المقطع خلاص بقول له انتهى الفيديو تمام لانه صراحة اني بتهزأ من يعني تهزئات العمر يعني بتهزئات العمر لا خليت في السعودية بقول لي ولا بتخلي في مصر يعني عشان كده ما برويلوش هذا الفيديو ما نحذفولو ما نشوف كيف منتصرف وهنا شوفو اخدت هذي الستاند لحق الصحون هده ليش اخدتي طبعا هنا اخدونا العرايس عشان النيش لاني اني اطمح كده اني اجيبنيش يعني اقول ان شاء الله باقيبنيش وبحط فيه حاجاتي لانه اني عندي حاجات مش عشان اخذ زينة وما شوفيش اني عندي حاجات اشتي دايما كده اشوفة بالنيش فاني اقول ان ان شاء الله بإذن الله باشتري نيش وبحط في بها دي بحط في بس صحون كده بزيينة زي العرايس حق مصر تدخل هي والنيش حق البيت واني كده اشتي نيش اني قيت مصر اشتي نيش صح ولا لا اكتبول زوجي يجيب له دا نيش لازم انا علي السامان حق النيش والمواعين بس هو عليه بس يجيب نيش معانا هنا العروسة هي تجيب نيش كامل ولا يعني العريس يجيب اكتبولي من اللي عليه نيش يعني وصفرة الاتفا اكتبولي من ان شاء الله يكون على العريس هو اللي يتدبس بهذا الشي ان شاء الله بس هي عليها تجيب اللي يعني المواعين حق النيش والاشياء والكبايات والكاسات واشياء التقديم صراحة حاجات تفتح النفس دا والله اني لو اقيب عشرة اني انياش اني ما ما بكتفيش كمان شوفوا كيف الطمع بس نيش واحد نيش 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 واحد هدا خليته على قنبو هنا قبت شوفوا هادي عقبتني كل ما اشوف فيديوهات مصريين اشوف معاهم هالي لما الان لقيته اخدت لي واحدة دقيق الوان في منيز زهري وفي الازرق وفي البنفسقي كان نفسي بلون احمر بس ما لاقيتش لكن لو قاب يوم احمر اكيد باخده هادي كمان يعني اللي قلت للزينة كده والديكور فخليته كمان على قنبو هادي اخدت ايش اخدت ليفة سلكون للقسم ان شاء الله تكون هي حق قسم اظن ايوه ايوه قالوا انه ليفة القسم السلكون هي افضل حاجة قلت بقرب يخلي نحنا نقرب ايش خسرانين بقرب دامية رخيصة اخدته واخدت كمان شوفو صفاية حق الليفات حق المواعين يعني حق السامان للليفة عشان ما تكونش تطلع ريحة وهي مبلولة اخلاص اخلي الليفة شوفو بعد ما اغسلها واغسل للسامان والمواعين يعني احطي خلاص هنا في بشبك وتنزل على يعني تنزل الماء بدل ما اخليها على صفاية وهنا طبعا حطيتها مع اخواني شوفو كيف اني جمع الهون هنا نسميها مدق بعدا نقول لي مدق التوم بس انتم ايش تسمونه وهنا حطيتها كده مع اخواني هادي الليفة السلكون وتعالوا الان بقولوكم كيف تقطعوا الفصولية الفصولية تغسلونها تمام تمام بعدا تغسلوها بالخل بالخل والملح تخلوها شوية يعني تنقع بخل وملح بعدا تشطفوها مرة ثانية بعدا تحطوه بصفاية وافضل حاجة انكم بالمقص كده تقطعوه بشكل مايل نفس ما اني قطعه الان بشكل مايل يعني ممكن تقطعوه بالسكين عادي بس المقص الصراحي سريع كده تحسو انكم تنقذوه بسرعة فقربوا طريقة انكم تقطعوها بالمقص زي ما اني علمتكم البامية بالمقشطة كيف تقشطوها والان الفصولية الان موسمة اصلا بالمقص طبعا قلست فرق تلفزيون وخلص طبعا خلصت تقطيع كامل الان بقصمه باكياس وحطه بالفريزر وقت ما احب اطلعه واستخدمه ما فيش احسن مني صراحة هذا التفريزات صراحة تريح تريح اقولكم مش مش تسعين بالمية الا مية بالمية تريح الواحد بس انتم اكيد اصحاب عدن بقولوا اليمن هدى كهرباء وكده صح اللي معهم كهرباء لكن اللي ما فيش كهرباء متعب صراحة يعني خلاص كل شي يومه بيومه واللي بيومه بيومه حلو صراحة طازق كل شي تاكله طازق يعني نحنا ايش نسهل الامر لنا عشان نفسيتنا اللي ما عندوش كهرباء نحنا ناكله الاكل طازق نقول الحمد الله واللي ما فيش عندوك واللي عندو كهرباء يريح نفسه خلاص قدو كل شي عندو بالفريزر والتلاقة بعد كده قصمته باكياس بالتساوي بعين لما اقصمه لازم افرده عشان لما تقمد تقمد بعين اقدر اكسره يعني افكه من بعض يعني سهل علي اني ااخد عرفتو كيف اخليها كده مفروضة تقمد وهي كده على فردتي هادي عشان اقدر بعدين تكون كل حبة تتلق لوحده عرفتو كيف هذا كان الفيديو ان شاء الله يكون عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم اشتركوا في القناة